موسيقى السلام عليكم نحن في مصر ونرى النيل انا مع نفين 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 تشتري في بريتش ايرويز مزبوط وتسافر كتير وعشان كذا انا ايز انا ايز اتكلم عن اللغات في البلاد البلاد اللي يتكلمون العرب و في ستمبر انا شفت في لغتين في العربية الفوسخة و العمية و في بارة لغتين 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 العربية الفوسخة هي اللي بتتكلم بالوطن العربية كله مصر لبنان سعادية كل البلاد العربية بتتكلم من الفوسخة حتى في الجزائر وتونس والمغرب هما بهموا الفوسحة بس محدش فينا بيتكلم فوسحة كلنا بنتكلم عمية ففي العمية المصرية في اللهجة الخليجي في الشامي في سوريا ولبنان في بيتكلموا عربي و فرنش في تونس والجزائر ومغرب وكده فالحاجة اللي احنا كلنا بنفهمها الفوسحة بس محدش بيتكلم فوسحة في شراية مفيش فوسحة أنا عشان كده في ستمبر أنا في برازيل أنا بس ذكرت العمية عشان هنا في مصر أنا أنا عايز أعمل أنا عايز أشترى حاجات أنا عايز أسافر في مصر والفوسحة مش مهوم لو لو انت عايز أسافر في الفوسحة مهوم أوي لو بس محدش حيفهم في العادي محدش حيفهم انو نزلت في الشارع وكلمت اي راجل عادي فوسحة حيقولك انت بتقول ايه مش فاهم ده مش عربي فعشان كده لازم تتكلم اللي عمية و لا في بارة بس في كتب عن الفوسحة كل الدراسات بارة عن الفوسحة وفي ناس حتى اللي بيدرسوا لغة عربية بيقعدوا في الجامعة أربع سنين بيدرسوا بارد فوسحة وبعد الأربع سنين لما بيقوا في أي حتة بيذكروا عمية وأعرف ناس لغاية النهاردة بيدرسوا ماجستير ودكتوراه وكانوا بيتكلموا بس فوسحة ولغاية النهاردة بيدرسوا العمية وبالنسبة لهم صعبة جدا العمية وتول الوقت بيتكلموا شوية عمية وشوية فوسحة لان الناس مش بتعرف تفهم الفوسحة بتاعتهم ولما بيروحوا مثلا سوريا بيتكلموا شوية العربي السوري وبعدين جوم مثلا على مصر فبيتكلموا العربي المصري فبالنسبة لهم فوسحة بعدين شوية على العربي الشامي بعدين شوية العربي المصري فبالنسبة لهم كتير لحجات كتير وبس هو ده فأنت لازم تختار حتى تتعلم العربي باللهجة المصري ولا باللهجة الخليجي ولا باللهجة اللبناني ولا بأنه لهجة طبعا قالت اختلفت بين الفوسها والعماية بص فيه اختلفات كتير يعني مثلا في الفوسحة هتقول الكلمات أين زهبت أين زهبت انت رحت فين كل حاجة كيف حالك بنقول ازايك بص كل حاجة بتقول كيف أين لماذا نقول ليه لماذا ليه أين فين حتى الهي الأسئلة كل حاجة مختلفة ما متكلمش أي حاجة من الفوسحة حتى القطة مثلا لو في الشرعة قطة هتلاقي قطة بس قطة بندلع كل حاجة حتى لو مصري يسافر في بلد تانية بلد تاني اللغات الفوسة والعماية مصري عشان في أفلام كتير بالعماية المصري بالعماية المصري بس إحنا برضو إحنا بيفهموا العماية المصري بتاعتنا بس إحنا لازم نعمل مجهودة علشان نفهم اللهجات التانية وإحنا المفهود نفهم برضو يعني لما بيتكلموا معنانا مني بيفهمакти نبقى فهمينة فممكن تبحث Amazing أنا بتكلم عربي مصري إنت مثلا بتتكلم عربي خليجي إنت ستف Micha mistakenك مني عربي خليجي أنا ففهمك وأنا هتكلم عربي مصري وأنا كان فهمك بس ممكن هو هو أسهل الس示ق吧 أتكلم عربي خليجي بس عبكم بس مني بس فهم advance بس مختلف تماما الاثنين مختلفين تماماً عن بعض لكن لا في زي مثلا في الخليج جهوة احنا بنقول قهوة هما الجيم و بيعطاشوا الجيم و هنا في مصر في اختلفات كتير بين المدن عشان بكرة ها سوف أسوان و في كل حاجة في زي لهجات في زي لهجة المصري وفي لهجة الاسكندراني في لهجة في القاهرة واسكندرية زي لهجات زي ما بيبقى عندك لهجة في لندن ولهجة في سكوتلن ولهجة في آرلن مختلفين مثلا في اسكندرية كل حاجة بيقولوا هنروحو ناكل كل حاجة بصيغة الجمع هنروح فبتعرف على طول ان هم مثلا من اسكندرية فبردو فيه في الأسوان وفي لوسول بس انا حتى مش عارف ايه هاجات بتاعتهم فيه طبعا النوبة بس احنا منفهمش اي حاجة في النوبة زي زي تكتب تكتب العمية عشان أمبر كتبتي ايميالي ايوه مع ال الكلام الأوروبية بنكتب العربي فرانكو عرب اه اوكي نحن لم نكتب العرب عشان ال او الفرانكو او 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 بمش بالانجليزي وبعدين بالانجليزي الحا والعين والغين مفيش في الانجليزي حا وعين وغين وخا احنا بنعمل الحا نمبر 7 الخا 7 بدعش العين 3 الغين 3 بدعش فلما مثلا هتكتب حنروح هتبقى حا 7 A N هنروح R O U هنروح 7 هنروح علشان ما فيش حا في الانجليز عين هنكتب 3 E E N او 3 G E I N لكن مش ممكن تكتب مع الكلام عربي لا مش تكتبي مع بس ممكن تكتب العربي بس لما معزم الناس اللي بتكتب ممكن العمية بالعربي بس اسعد كمان اسهل علشان ال لو انت عندك الانجوج موجودة على الانجليز بدل ما تعد تعمل الانجليز العربي ومن عربي الانجليز فكلنا عارفين لغة الفرنكو عربي فبتكتب عربي يعني انا لما ببعط لك انت هتقرها عربي زي الإيميل ما كتبهولك كله انا فهمت لكن مش ممكن مش ممكن اروح وغوغل ترانزليت لا مش ممكن لا مش ممكن لكن كويس عشان لو انا عايز اذكر الكلمات انا استخدم الفرنكو عربي الفرنكو عربي كويس كويس اوي اوكي في اي حاجة انت عايزة اقول عن الفوسها اوه اوه لا انا عايز اقوله ان العربي صعب وكل حاجة بس برضو كله لغات التانية صعب بس ممكن تتعلمها انا بتكلم ياباني وصعب جدا ان برضو اي حدي يتكلم ياباني و بكتب و بقره كله اللي هو الكنجي الشاينيز دي عمري ممكن تتخيل ان انا حاد اكتبها شكلها رسمي فانت انا بتكتب عربي الكلام شكله مختلف بس ممكن ممكن تقره و تكتبه و تتعلمه اوه مختلف تماما عن كل اللغات الاوروبية و عن الانجليش شوية out of your comfort zone بس ممكن و لو اديت المجهود الزيادة شوية حتكلم حتكلم عربي و اي لغة بتديها وقته بتديها مجهود بتيجي معاي مهما كانت صعبة جيدا شكرا شكرا اوكي كوي سوي والفيديو اللي جاي ان شاء الله انا هيكون من اسوان اوكي شكرا و مع سلامة النيل الفقاشوان احلى من كده كمان اوكي باي باي